السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد وصفتنا اليوم عبارة بسبوسة أو حشف الفائل بيدون بيض بيدون زبدالي البنات وكتستحق الجريبة كتجي اشيشة ومعلكة وواحد ما دقما نعود لكم مش عليها البنات كتجي زوينة بزاف بزاف ويلة جربتو ان شاء الله وما تنسوش ترصلي الفيديو الاكبر عدد من لايكات وطباطجوا مع الأصدقاء والأحباب يلا ندوزو المقادر وطريقة التحضل بالنسبة المكونات اللي هنحتاجو كما قد لكم بساط هنحتاجو نصف كيلو من السميدة دقيقة السميدة اللي كان نعملو بها الحاشا هنحتاجو الملحة خميرة حبيبات من علقة صغيرة جوش صشيات خميرة الحلويات نصف كاس من السكا حبيبات ممكن انكم اليكات تفضلوا الحلوات ضيفوا كاس نصف كاس من الزيت ونصف كاس من الحليب اول حاجة نبدأ هو ان ناخدوا كاس من دفئينة نضيفوا عليه السكا نصف كاس من السكا بالنسبة لي انا جتني شوية نقص حلوة وممكن انكم تضيفوا اكثر من نصف كاس نضيف عليهم الملحة خميرات الخبز مع القصغيرة جوش صشيات من خميرات الحلويات تضيب ان يزرونا واختيار فشيات مباشرة تم ملحة 8 عم 10 عم نضيف عليهم الزيت قبل ان نضيف الخميرات Based on her own نضغطها جيدا ونخلطها لا تبقى السميدة لا تبقى السميدة سميدة جيدا نضيف جوش الصشيات من الخميات الحلويات نضيف جوش الصشيات من الخميات الحلويات كما تلاحظو معايا السميدة كلها تكون ملبساها كبات طريقة بالزيت فادل اثناء كنناخدو نصف اطور من الحليب وكننقبو كله فقد الخليط دي السميدة فادل اثناء ما كنستحملوش يدينا كنناخدو الخلاط اليداوي وكننبقو نخلطو بالخلاط اليداوي بالنسبة لنصف اطور دي الحليب البنات كنصبو كله نصف اطور دي الحليب وكننخلطو بها الطريقة طريقة سهلة بالنسبة للخليط كيكون سائل ما كيكونش عاقد بزافة البنات كننبقو مستماعين هكو كننخلطو حتى تلبس لينات السميدة كلها بالحليب وتخلط لينها جيدا ملقوش كوه عاد ديال السميدة كنناخدو ايناء البنات فاشندخلوه ديال فاشنطيبو هادل كي ندهنو بشوية ديال الزبدة وكننشوب سميدة بهالطريقة كما كتلاحظو معايا كنصبو في هاد الخليط ديال السميدة والحليب كننخلطو جيدا باش نتأكدو ان الحبيبات ديال الخميعة او السميدة ما يبقوش ليناء كنصبو بها الطريقة في المول انا خليت هاد المول لينتو بشوية ديال زبدة شيتو بسميدة خويت في هاد الخالط ديال كننحولو ان نستاوي واحد شوية فهادل اثناء كنجعلو الفاعن كي يكون مسخن مسبقا كندخلوها كننقصو لها حفية مهيلة على شكل ديال اي كيكا كما كنطيبو الكيكا على حسب الفاعن ديالكو وكنخليوها طبطة بجيدا من بعد ما طبطينا الحاشة كما كتلاحظو معي البنتها كتجيه شيشة بزاف كتكون الشيشة نحولو عليها فادل اثناء كنن ناخدوها كنن مولا نخلي ساحنة حمات ليا شوية البنت من التحس ما تخليواش انتو ما تقايبا دوزات ليا 35 دقيقة في الفاعن فادل اثناء عن قلبها فادة تبصيل صح نتقديم انتو ما كتلاحظو معي كتجيه شي شرطائية بالسف بالنسبة لتزين اختياري انا دهنتها بشوية ديال النبج ممكن انكم تدهنوها بالمعبا انا ما متواجش عندي المعبا في البيت دهنتها بشوية ديال المعبا باسمتو النبج انتو ما دهنوها لبنات جيدا بالمعبا او العسل باش تزيد لنا شوية الحلوة لاناها شوية نقص حلوة او زيدو ديفو كاس إلاعو بعمل السوقها من بعد ما دهنتها بات الشكل الناتب بالنبج فلأتنا كننخدو كوكو بالنسبة للزين كيبقى على حسب الاختيار ديالكو نعكد دهنوها الاساس هو اننا ندهنوها دلبس بوسا من الفوق جيدا بالمعبا كما قلت لكم او العسل كنزينها نبهات طيقنتو مع الحسب الاختيار ديالكم ممكن تشعليها اللوز افيري لكلها ممكن انكم نتخذو بحالي انا هكواك اخديس كوكو او دهنوها اللوولا وكننخدو عود ثاني الكوك كم نضيو الضوهات ثانية كم قنا مستمر بنفس طاقة بهات الشكل حتى نسالي هده اسمينتوها دلبس بوسا ديالي كلها كنضيو خط بكوكو وكننخدو هكوا الكوكا ديو خط بالكوك بالنسبة للبنات المبتدي اتما بعدش نقطع الفيديو باشي شوفو اه دبرا فادل اثنان بقمس طمع البنات هكوا حتى تنسالي هده البس بوسا ديالي كلها بنفس طريقة اللي بديت بها بعد مساليه البس بوسا كم ما كتلاحظو معايا كتجير الشكل ديالها ها الى البنات وكتستحق الجايبة وكما عودكم ديما البنات سنقطع معكم واحد طايف باش شوفو الشكل ديالها من الداخل كتجي شيشة طريية البنات وكتستحق الجايبة خصوصا البنات اللي قديناها وخليناها تباتلينا ليلة كاملة كتجي رائعة وكتستحق الجايبة وممكن اننا ننكلوها وكاعد نطيبوها وننكلوها كم مكلينها كتجي زوينا وكتجي طريية من الداخل وبالنسبة لحبات ديالها السميدة كي يجي وكلهم من الداخل كي يجي كتجي شيشة بسف انتو ما كتلاحظو معايا الشكل ديالها من الداخل وتباطجوها البنات في موقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش هالبنات تخليو لياشي كومنتر محفيز ولا جعبتوها ديالبس بوسا ما تنساوش تكتبو لياشي كومنتر واشي صدقات لكم والبنات وانا متيقنا انها عاد صدق لكم لاناني كنجيب لكم الحاجة البسيطة والمكونات ليهو مبساطين اي واحد من تواجين عندو في البيت يلا خليتكم على خير وما تنساوش هالبنات ما تنساوش من الدعوة ديالكم بسلام عليكم خليتكم متقج جاي الفيديو الجاي ان شاء الله بسلام عليكم